الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ورحمكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حج مبرور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أيها الأحبة تعظيم الله تعالى بشعيرة الحج كيف يكون وهل حج المؤمنون الموحدون قبل الإسلام وهل يحج أيضا الوثنيون والمشركون كيف حج العرب في الجاهلية وكيف حج الأنبياء عليهم السلام من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما فلسفة الحج في الإسلام ما دلالات الشعائر أيها الأحبة المختلفة والمشاعر العديدة وما الدروس التي يمكن أن نستلهمها من هذه الشعيرة العظيمة كل ذلك سيجيبنا عنها فضيلة الشيخ أحمد جبر الدوسري الداعي بوزارة وقاف الشؤون الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو ناصر الحج ما هو الحج شيخنا ما معنى الحج في اللغة وشرع الحمد لله وصلى الله وسلم وبركاته على نبي محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ونتبعه ذا أما بعد نسأل الله التوفيق والسداد والنفع لنا جميعا والإخوان للمشاهدين الحج في اللغة أولا من ناحية ضبطه يأتي بالفتح ويأتي بالكسر وكلاهما قراءتان في كتاب الله ولله على الناس حج وحج كلاهما قراءتان والأمر الآخر من ناحية اللغة قال ابن فارس في كتابه المقاييس اللغة قال كل قصد حج والمقصود هنا في موضوعنا في الحج وهو الركن الخامس الذي نتكلم عنه في أركان الإسلام هو الذهاب إلى معظم بنية التعظيم وعرفه الفقهاء بتعريفات استلاحية منها أداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص وموضع مخصوص أداء مناسك مخصوصة هذه لمنسك الحج في موضوع مخصوص للمكان حتى يتبين أنه لا حج إلا في البيت الحرام في وقت مخصوص لأن له وقت محدد نعم طيب فضاءات الروح والشوق شيخنا الأمل ماذا تمثل لنا شعيرة الحج شعيرة الحج هذه مثل ما تقدم شعيرة عظيمة ليست أي عمل من أعمال الإسلام هي الركن الخامس من أركان الإسلام والأركان هي الأمور الأساسية في الدين التي يتكون فيها عمل العبد وعلاقته بربه سبحانه وتعالى وأيضا الحج اقتداء بالأنبياء إذ كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله أن الأنبياء حجوا والحج أيضا فيه معاني اجتماعية واقتصادية فهو من معاني إظهار التوحيد لله سبحانه وتعالى وإظهار وحدة المسلمين والمساواة بينهم وأنهم يجتمعون وفيه من مظاهر الهيبة للإسلام والمسلمين إذ أن الحج هو أكبر كما يعبر بعض أهل العلم هو أكبر مؤتمر عالمي في بقعة صغيرة لا يوجد مؤتمر أو اجتماع في مكان محدد بهذه البقعة يجتمع فيه هذا العدد إذا يجتمع في الحج ما يزيد على 2 مليون من البشر فهو فيه معاني عدة وفيه ارتباط بالله سبحانه وتعالى وشوق إلى الله سبحانه وتعالى وتذكير بالموت وتذكير بالحشر وأيضا طلب لغفران ذنوب وزيارة هذا البيت الذي هو أول بيت وضي على الناس هل عرف الحج في الحضارات القديمة شيخنا؟ الحج إذا أخذنا الحج بمعنى الذهاب إلى معظم بنية العبادة بهذا المعنى وليس حج الإسلام فنعم عرف في الحضارات القديمة ونقلت كتب التاريخ المهتمة بمثل هذه الأمور نقلت عددا من الأخبار عن الحضارات القديمة مثل المصريين في السابق قبل الإسلام كانوا يحجون لآلهة عندهم كذلك في الحضارات السابقة مثل السومريين والبابليين والأشوريين والأكاديين ونحو ذلك كان عندهم هذا الحج وهو الذهاب إلى معظم إلى صنم طبعا هذا على غير التوحيد لكن هذا الحج الذي كان عندهم نقل أيضا عند الهند والحج عندهم والآلهة عندهم كثيرة جدا مقارنة مع الحضارات القديمة الأخرى كذلك الصين واليابان إذن وجد الحج بهذا المعنى وهو الذهاب إلى معظم بنية العبادة كذلك جاء في كتاب مروج الذهب للمسعودي قال كانت الفرس الفرس كان لهم حج وكانوا يذهبون إلى البيت يعني يعظمونه ويطوفون به لكن طبعا مع وجود الشركيات قبل الإسلام طيب كيف كان حج العرب في الجاهلية شيخنا حج العرب أيضا ذكر في عدد من كتب أهل العلم المهتمة بالتاريخ ومن أبرزها كتاب أخبار مكة للأزرقي محمد بن عبد الله الأزرقي وهو متقدم وذكر أخبارا عن العرب أنهم كانوا يحجون البيت وذكر عنهم أخبارا أنهم كانوا يعظمون البيت ويكرمون الحجيج وأيضا جاء عندنا في القرآن ما يدل على هذا الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ما الذي نستفيده في جواب هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم سقاية الحاج فكانوا يكرمون الحاج أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فكانوا يشاركون في عمارة المسجد الحرام والكساء للمسجد الحرام وسقاية الحجيج وإكرام الحجيج يعظمون البيت لكن بالطبع العرب في ذلك الوقت لم يكن حجهم واهتمامهم بالبيت على توحيد لذلك الله سبحانه وتعالى جعل عملهم ظلما في هذه الآية عطف قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوين عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين بيّن أن عملهم هذا من الظلم أن هذه الأعمال لا تتفاوت وأن التوحيد هو أولى وأعظم ذكر كذلك نفسه الأزرق في كتابه قال كانت عندهم تلبية شركية ذلك الوقت كانوا يلبون ويحجون لكن ما الذي كانوا يقولون كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا لا شريكا لك إلا شريكا هو لك فينفي الشريك العام ويثبت شريكا خاصا وذلك لكثرة الأصنام في ذلك الوقت حتى ذكر بعض المؤرخين أن عند العرب في ذلك الوقت ما يبلغ من ثلاثة آلاف صنما وهذه الأصنام الكثيرة شون يعبدون من ولا منها نعم سبحان الله هو الشرك هكذا الشرك ضياع وتين نعم وبعضهم حتى نقلت الأخبار أنه كان يعني يعمل من ما يعبده من اللبن ثم إذا جاء أكل من التمر ويأكل بالضبط ولكن مع كثرة هذه الأصنام التي ذكرت على هذا العدد الكبير الأصنام التي كانت توجد في الهند والصين والدول الأخرى والفرس كانت أكثر وأكثر إذن كان عندهم اهتمام بالحجيج لكن كان فيه شركيات كثيرة حتى جاءت التلبية قال الأزرق في كتابه حتى جاء الإسلام ولب النبي صلى الله عليه وسلم تلبية إبراهيم الصحيحة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة ولك هو الملك لا شريك لك نتكلم عن حج الأنبياء من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما رأيك ننتقل إلى مكة المكرمة في هذه اللحظات حيث نلتقي بمفدنا هناك عبد الرحمن العمادي في مقر بعثة الحج القطرية بمكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخويا عبد الرحمن عليكم السلام زميل عقيل ومسي عليك بالخير ومسي على ضيفك الكريم ومسي أكيد على جميع من يشاهدون عبر شاشة تلفزيون قطر نقول لحياكم الله في هذه التغطية الخاصة من مقر البعثة القطرية مكتب شؤون حجاج دولة قطر في مكة المكرمة مثل ما عودناكم خلال هذه الفترة قبل بدء مناسك الحج نغطي لكم كل ما يدور في مكة المكرمة من حيث مكتب شؤون حجاج دولة قطر وأيضا للحاملات اللي وصلت والحجاج اللي قاعدين يوصلون خلال هذه الأيام لبدء مناسك الحج بذن الله خلال الأيام القادمة فنتمنى التوفيق للجميع والله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله يعني خلال الأيام السابقة تكلمنا وغطينا أغلب الأمور وأغلب الوحدات اللي في مكتب شؤون حجاج دولة قطر لكن ما ننسى أكيد أخواننا في وحدة الوحدة الشرعية والأرشاد الديني راح نتكلم معاه وناخذ بعض الأمور اللي خاصة بالحجاج والأمور المستحبة مستحب فعلها أكيد خلال هذه الأيام المباركة فيسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور أحمد سعيد الفودعي دائما يشرفنا وجودك ونسعد صراحة بوجودك اليوم أياكم الله أحبكم الله يحييك ويبقيك ومساك الله بالخير يعني أيام قليلة تفصلنا عن بدء مناسك الحج وفي هذه الأيام خلال هذه الأيام طبعا وصلت وصل فوج من الحجاج على شكل متقطع من دولة قطر تحديدا فاليوم لما نتكلم يعني في هذه الأيام وخلال هذه الفترة قبل بدء فريضة الحج فأنا بنتكلم شنه الأمور اللي مستحب فعلها شلو ممكن الحاج يستثمر وقته خلال هذه الفترة قبل لا يبدأ فريضة الحج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والحجاج لاغتنام الأعمار والأوقات عموما وهذه الأوقات والأيام على وجه الخصوص فالحاج الآن في مكة يتواجد أو يحصل في أشرف بقاع الأرض التي فضلها الله تعالى وميزها وهي مكة المكرمة وفي خير أيام الدنيا وهي أيام عشر ذي الحجة وهو في نفسه وفي شخص أيضا شخص مكرم مرفوع القدر لأنه ضيف على الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفدوا الله يعني ضيوف الله تعالى دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم فالحاج في هذه الظروف اجتمعت فيه كل الملابسات والأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأجر والثواب ومضاعفة الحسنات فإن الحسنات تتضاعف وتزيد بواحد من الأسباب الثلاثة إما شرف المكان الذي يفعل فيه الفعل وإما شرف الزمان والوقت وإما شرف الفاعل نفسه وهذه الثلاثة كلها اجتمعت في الحاج فينبغي الإنسان الحاج أن يشتغل بما ينفعه ويقدم لنفسه خيرا ينفعه في آخرته عند الله تعالى فالعشر ذي الحجة مطلوب فيها العمل الصالح لعموم الناس فالحاج من باب أولى وكما تفضلت الحاج يستقبل أيام الحاج نعم ولكنه في هذه الفترة أيام التحلل يعني بعدان انتهى من العمرة وقبل أن يأتي يوم الإحرام بالحاج هو في فراغ فينبغي استغلال هذه الأوقات بالاستكثار من الأعمال الصالحة بقدر الاستطاعة بأنواع الأعمال الصالحة ومن أهمها وأجلها لكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وهي أيام الذكر في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحمد فهذا مطلوب من كل الناس ومن الحاج على وجه الخصوص الحاج الآن ينبغي أن يكثر من الأعمال الصالحة ليستعد نفسيا ويعد نفسه روحيا لاستقبال أعمال الحاج ومناسك الحاج فمناسك الحاج تحتاج إلى قدر كبير من الخشوع ولين القلب والسكينة وهدوء البال حتى يؤدي الإنسان في هذه الأعمال على وجه كامل تام وينتفع بها فإن الحاج شرعه الله سبحانه وتعالى لمقصد وغاية وهدف يرجى من ورائه تحصيله ومن أهم هذه المقاصد غفراً الذنوب وتكفير السيئات فينبغي الإنسان أن يحضر نفسه ليكون نادماً على ذنوبه تائباً إلى ربي مكثراً من الدعاء مكثراً من الاستغفار وهذا يستجعى أن يكون الإنسان قد أعد نفسه سلفاً بما يلين هذا القلب وأعظم ما يلين هذا القلب الاكثر من ذكر الله تعالى كما قال الله في كتابه الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب في هذه البقعة التي نحن فيها الحرم سواء كان في المسجد الحرام نفسه أو في مساجد مكة أو في المصليات التي يصلي فيها الإنسان سواء كان في غرفته في الفندق أو في مصلى الفندق أو في مجلس أو في نحو ذلك كل هذه البقاع تضاعف فيها الصلاة على رأي كثير من العلماء الصلاة فيها بمئة ألف صلاة فإذا وجد الحاج نفسه فارغاً فينبغي له أن يكثر من الصلوات ليسجل في دفاتره وفي سجلاته حسنة ينتفع بها يوم القيامة فإن كل حسنة وإن صغرت ربما تكون هي سبب النجاة لهذا الإنسان كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً والإنسان لا يدري ما هي الحسنة التي بها ينجو التي تثقل بها موازين حسناته ويكتب الله تعالى الخلاص من النار ودخوله للجنة فينبغي الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام وقد قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلمن إلا نفسه فينبغي للإنسان حتى لا يقع فيه الندامة والتحسر على فوات الأعمار وفوات الأوقات ومن باب أولى فوات اللحظات الشريفة التي كانت أمامه فرصة ليزيد من رصيده ويضاعف من حسناته ينبغي له أن يقتنب تضيع هذه اللحظات فيشتغل بذكر الله تعالى ويقتنب الخوض في الكلام الذي لا فائدة فيه لا منفعة فيه وربما يجر هذا الكلام إلى الوقوع في المحرمات يقع في الغيبة يقع في النميمة ومعلوم لدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فاشترط في الحج ليحصل له كامل الثواب أن يكون مبروراً ومعنى المبرور الذي ليس فيه فسق كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه الفسوق معناه فعل المعاصي فعل كبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر فالكلام هو أكثر الأبواب التي يدخل منها الإنسان إلى الوقوع في المحرمات يفتح لك مجال إلى يفتح لك مجال للقال والقيل والكلام في فلان فهو في الحج الآن ويتكلم عن فلان وعلان وفلانا وعلانا يتبقى مشكلة أكيد فتجره المباحات والكلام الذي في أوله يكون مباح قد يجره إلى شيء كثير من الوقوع في المحرمات فينبغي له أن يكون حذر يراقب سلوكه بقدر الاستطاعة ويضبط نفسه ويصبر فإن هذه الأمور تحتاج إلى الصبر لكن هذا الصبر عاقبته خير كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسلين والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالحاج مطالب بالصبر الصبر على الأعباء البدنية التي سيتكلفها ويؤدي بها مشاعر الحج وينتقل بها والأعباء النفسية التي تدعوه إلى المراقبة وحجم حجز النفس عن الوقوع في مشتهياتها ولو كانت محرمة فينبغي له أن يسعى لتكميل نفسه بقدر استطاعته إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة هناك سيبدأ الحج بالنسبة للمتمتع المتمتع الذي كان قد أحرم من الميقات من الطيار أحرم بعمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة فإذا وصل مكة معلوم أنه سيؤدي أعمال عمرة يعني سيطف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفاء والمروى سبعة أشواط ويقصر شعره وبهذا يكون انتهى من أعمال عمرة وتحلل من الإحرام يلبس ملابسه ويجزله كل محظورة الإحرام فإذا جاء يوم الثامن سيفدأ إحراما جديدا وهو إحرام الحج ويبتدأ أعمال الحج هذا المتمتع وهذا وصف غالب حجاج دولة قطر يخرجون متمتعين لأن التمتع هو أفضل أنواع الحج عند الإمام محمد بن حمبر رحمه الله وتعالى وهو المذهب المنتشر الشائع في دولة قطر فالحجاج غالبا من دولة قطر يخرجون متمتعين فيودون هذه الأنسك ويبتدأ الحج كما قلنا يوم الثامن منذ الحجة نعم الله يطيك العافية دكتور يعني هذه فرصة أكيد للحجاج أنهم يستغلون هذه الأيام خير استغلال وبعد التعب أكيد أنه يحسون براحة من جميع النواحة صراحة الله يطيك الصحة والعافية يعني خلنا نقول مع كثرة الحجاج وكثرة الناس اللي موجدين يعني في بعض الأمور أو بعض الأشكاليات اللي ممكن يقع فيها الحاج وهو مع الكلام ومع السؤال فممكن تطلع فتاوي من بعض الأشخاص يقولك والله هذا مباح هذا غير مباح هذا ممكن أنه يفسد فشلون ممكن الحاج يعرف أو يأخذ المعلومة الصحيحة من أي مصدر شلون ممكن يعرف أن هذا صحيح وهذا غير صحيح أدني أنه أنتم مش مقصرين صراحة معاهم لكن تكثر الأقويل أكيد من بين مجموعة الناس فشلون ممكن أنه يتأكد من المصدر أحسن تبارك الله فيك أولا أن ينبغي للحاج أن يعلم بأن السؤال نفسه والاستفتاء فرض شرعية أن الإنسان لا يجوز له أن يعمل شيئا من العبادات دون أن يتبصر ويسأل عن الحكم الشرعي ما الذي يجوز أن أفعله وما الذي لا يجوز وهذه العبادة كيف أؤديها لأن هذه هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها بعث بوظيفة التعليم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم علما ميسرا وفرض علينا الله تعالى أن نتعلم الأحكام التي نريد الإقبال عليها أو القدوم عليها فقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم فيجب على الإنسان يسأل وهنا نأتي إلى السؤال التي تفضلت به ما دام يجب عليها أن أسأل إذن من أسأل لا بد أن تكون الجهة التي ستسألها جهة موثوقة بها حتى يخبرك هذا المجيب ويجيبك هذا المسؤول بإجابة صحيحة تبرئ ذمتك في أدائك العبادة وتقع هذه العبادة صحيحة ودولة قطر والله الحمد قائمة بهذا الدور على أتم الوجوه وأحسنها هذه نعمة من نعم الله تعالى علينا يعني أن تخصص وحدة شرعية داخل البعثة القطرية للإجابة عن أسئلة الحجاج فيما ينوبهم وما يحتاجون إلى السؤال عنه أن تخصص الدولة أيضا مرشدا دينيا ومفتيا في كل حملة من أهل العلم والله الحمد كلهم متخصصون دكاترة وحملة شهادة عليا موجودون بأشخاصهم في الحملات نفسها يصاحبون الحجاج في تنقلاتهم هو مع الحاج حيث كان يستطيع الحاج الوصول إليه بمكالمة تليفونية وعلى فرض انقطاع الخطوط وعدم وجود تغطية يستطيع التواصل معه بدنيا موجود معه بجانبه فلا عذر الحاج إذن في أن يسأل عن الشيء الذي يحتاجه وعن التفقه في حكم العبادة التي هو مقدم عليها أما ما تفضلت إليه من أن تكثر الأقاول هذه حقيقة فعلا ويكثر الكلام من الناس منهم من يتكلم بعلم ومنهم من يتكلم بغير بغير علم وحتى لا يتشوش الحاج ويقع في الطراب وتدخل عليه الأقاول المختلفة فيبدأ بعد ذلك بالوسواس هل عبادتي صحيحة أو غير صحيحة وزارة الأوقاف ومثلة بالوحدة الشرعية في بعثة الحاج القطرية وجهت إليه جهات محددة يستفتيها ويسألها تدله على الحكم الشرعي ومنهجنا ولله الحمد منهج التوسط والتيسير يعني ليس فيه مشقة ولا عسر مستحضرين التوجيهات النبوية بضرورة التيسير على الحاج فإن النبي عليه السلام ما كان يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فالحمد لله المنهج العام الذي تسير عليه الفتوى في دولة قطر منهج التسير وعدم التشديد فلا عذر إذن للحاج في أن يتوجه بسؤاله إلى جهة الاختصاص جهة الاختصاص أن يتصل بمكتب شؤون الحاج في بعثة الحاج القطرية أو أن يتواصل مع المرشد الديني المخصص من البعثة الموجود معه في حملته وبذلك يسلم إن شاء الله تعالى من الوقوع في الخطأ وأن يقع في سؤال من يجيبه بغير علم أما لو عمل بأي قول آخر من الأقوال العلمية المعتبرة فهذا لا حرج عليه فيه لكن حتى لا يقع في هذا وحتى لا يقع فريسة وضحية لمن يتكلم بغير علم ينبغي أن يتوجه إلى ذوي الاختصاص كما أمره الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا يجوز الإنسان أن يسأل من اتفق له أو أي شخص يقابله فيسأله وفي هذا المجال قصص كثيرة مضحكة تقع لهذه الحجاج بسبب تهونهم بأداء هذا الواجب على الوجه الأكمل الأتم بيطيك الصحة والعافية دكتور وصراحة أنتم ليس مقاصرين موجودين صراحة لخدمة جميع الحجاج لأي استفسار لأي معلومة وجودكم صراحة وجهودكم واضحة صراحة خلال موسم الحج وأيضا غير موسم الحج فكل الشكر لك دكتور أحمد سعيد الفودعي عضو الوحدة الشرعية والإرشاد الديني على وجودك معنا اليوم ومعلمات التي قدمتها لنا أعظبكم الله شكرا لكم الله أدك العافية إذن مشاهدينا طبعا مثل ما ذكر دكتور أحمد أعضاء وحدة الوحدة الشرعية متواجدين طبعا لخدمة جميع الحجاج لأي استفسار لأي كان بإمكانكم أن تتواصلون معهم من خلال الأرقام الهاتفية وأيضا تطبيق مرشد الحج لموفرين وزارة الأوقاف أكيد لأي استفسار وتعرفون فيها جميع الأمور المتعلقة بالحج وأكيد الكل متواجد هنا لخدمة حجاج دولة قطر وتيسير أمورهم وتسهيل أمورهم بإذن الله لراحتهم وأداء مناسك الحج بشكل صحيح ويسير فهذا كل اللي عندنا أكيد من مكتب شؤون حجاج دولة قطر في مكة المكرمة ونرجع عند الزميل العقيل الجناحي في يد دوح الله خير أخويا عبد الرحمن العمادي موفدنا موفد تلفزيون قطر في مكة المكرمة وأيضا للشيخ الدكتور رحمي سعيد الفودي عيد زاه الله خير عضو اللجنة الشرعية المرافقة لبعثة الحج القطرية شكرا لهم على جهودهم وعلى ما يقدمون مشايخنا وعلى صبرهم يعني ترى يعني حسب يعني حسب روحاتي قبل للحج أن الشيخ الله يعينه كل مشعر لازم يسألوا هذا يسألوا تخيل لو الحملة فيها ثلاثمائة واحد كلهم يسألون فزام الخير على صبرهم على يعني ما يقدمون لحجاج بيت الله الحرام حتى يخرجوا بالحج إن شاء الله يكون مغفور لهم بإذن الله بارك الله فيك شكرا لكم شكرا لكم نرجع لشيخنا شيخ أحمد جبر الدوسري إحنا ذكرت الحضارات كان عندهم حج الحضارات القديمة لكن هل أصحاب الأديان الأخرى كان عندهم حج مثلا وعرفوا بالحج الحضارات القديمة التي ذكرناها مثل الحضارات القديمة في مصر والصين والهند وغيرها هذه تجتمل على عدد من الأديان مثل الهندوسية والسيخية والبوذية والزردوشتية وغير ذلك فهذه يكفيها ما تقدم الكلام عليه لكن ممكن نتكلم بشيء مجزع اليهودية والنصرانية لكونهم جاء ذكرهم في القرآن في أكثر من موضع وكذلك أنهم ادعوا التعلق وأنهم أقرب إلى إبراهيم ولكن الواقع والأدلة من القرآن العظيم ومن كتبهم أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه الحنيفية فبالنسبة لليهودية جاء في كتاب أخبار مكة للأزرقي أنه قال حج موسى وطاف بين الصفا والمروى معنى سعى فهذا الخبر في أخبار مكة يدل على أن موسى عليه السلام حجه في مكة كحج الأنبياء وهذا نص عليه عدد من أهل العلم أن الأنبياء حجوا كابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح هذا بالنسبة لليهود لكن كما هو معلوم عند أهل الاختصاص في الاختصاص في الدراسات الأديان سواء في الشرق أو الغرب أن الكتاب المقدس عندهم قد تعرض إلى تحريف بإجماعهم قبل إجماع علماء الإسلام وهذا التحريف الذي حصل جلب كثيرا من الأمور الجديدة فحج موسى عليه السلام في مكة الآن بعد التحريف ليس فريضة عند اليهود بل الذي حصل عندهم أنهم جلبوا عددا من الأمور مثل الحج إلى مثلا إلى جبل موسى أو بعضهم قال كما جاء في سفر التثنية لصح الثاني عشر أنهم يحجون إلى الأماكن الشاهقة من الطبيعة والإشكالية أيضا بشكل موجز فيما يتعلق بموضوع الحج أن بعضهم اختلق قصة هيكل سليمان وأنه لا بد من الحج له وأنه تحت قواعد المسجد الأقصى وهذا الأمر لا شك أنه ليس بصحيح من ناحية تاريخية قبل الكلام من ناحية علماء المسلمين لأنه الهيكل لم يوجد له ذكر إلا في كتب اليهود بعد أن حرفت جاء في كتب البلدان لابن الفقيه قال بيت المقدس سكنه الأنبياء وعمرته وعمرته الأنبياء فإذن بيت المقدس هذا عمرته الأنبياء ومن ضمنهم سليمان فسليمان ما كان ليكون أن يأتي وليهدم بيتا بناه إبراهيم كما ثبت فالصحيح والثابت تاريخيا وكذلك من النصوص الشرعية الثابتة بالأدلة الواقعية والتاريخية والعقلية أن البيت لا يتعلق به ولا يوجد له دليل على موضوع هذا القواعد ماذا عن باقي الأنبياء من آدم عليه السلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه نعم نعم وهو حجه وجاء كذلك في نفس الكتاب أخبار مكة قال الأزرق رحمه الله ما جاء في حج آدم ودعائه لذريته فأثبت وطبعا الأخبار الموجودة فيه كلها عن السلف لا يوجد شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثل ما ذكرنا أن عدد من أهل العلم يقول أن الأنبياء حجه والأمر بالنسبة للنصرانية كذلك يعني عندنا جاء حديث عن النبي السلام في صحيح مسلم قال لا يهلن ابن مريم بفج روحاء حاجا أو معتمرا وفج روحاء هذا مكان بين مكة والمدينة فكذلك حج عيسى عليه السلام هو حج في مكة لكن بسبب ما طرأ لا شك أنه حصلت تغييرات لهذه الأديان طيب الحج عندنا هناك مسلمين ما فضائله شيخنا الحج عندنا له فضائل عدة من أول فضائله أنه إظهار للتوحيد واقتداء بالأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده أيضا الحج الحج فيه سبب هو قبل أن نقول أنه سبب لغفران الذنوب هو ركم من أركان الإسلام كما تقدم في الحديث المعروف المشهور عند المسلمين في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهدتي إلا إلا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصومي رمضان وحج البيت وهو أيضا سبب لغفران الذنوب وهو عمل عظيم بعد الإيمان بالله والجهاد فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن يهوريرا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قيل له أي الأعمال أفضل فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور فكل هذا يدل على عظم الحج والدلة التي جاءت فيه أنه سبب لغفران الذنوب مثل الحديث الوارد أيضا في الصحيحين من حديث ابن هوريرا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه كذلك هو سبب لدخول الجنة للحديث الوارد كذلك في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لو نتعرف على الحكم حكم من الحج الحكم طبعا إجمع العلماء على أنه ما من تشريع إلا ولا هو حكم وهذه الحكم هناك حكم عام ما يعرفها جميع الناس وهناك حكم خاصة يتفاوت فيها أهل العلم تتفاوت فيها درجات أهل العلم ممن يلوم بالنصوص أكثر ويجمع بين القواعد ويعرف بالتاريخ وكذا تتبين له حكم أكثر من غيره لكن الحكم الظاهرة في الحج مثل ما تقدم أنه إظهار التوحيد وأنه اقتداء بالأنبياء وفيه من الأمور الإيمانية العظيمة التي فيها تدريب للمسلم على التسليم فهو يذهب لله يذهب قاصدا بيته سبحانه وتعالى مسلما بأمره سبحانه وتعالى وبكل المناسك التي توجد في الحج من لبس الإحرام والطواف والسعي كل هذا تسليم لله سبحانه وتعالى يسلم لله سبحانه وتعالى ويقتدي بالأنبياء وهذا يذكره بالموت ويذكره بالحشر لوجود الناس يعني في البيت الحرام وذكرنا في بداية الحلقة ما يتعلق بالأمور الاجتماعية من وحدة المسلمين والمساواة بينهم وأنه لقاء يجتمعون فيه كثير من المؤتمرات العلمية تحصل في الحج لأنه وقت وموسم يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض فتكون فيه حتى مؤتمرات علمية علماء لا يرون بعضهم إلا في الحج كذلك فيه فوائد اقتصادية لمكة المكرمة من لا شك انتعاش الاقتصاد وجلب الأغراض والأمور التي يحتاجها الحجيج سبحان الله فيه كثير من المناسك يعني مناسك الحج لها يعني هي طبعا علينا نحن ننفذها ونأتيها بوقتها الزماني والمكاني صحيح لكن دلالاتها إيش يا شيخنا المواقيت 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 هذه طبعا عندنا مواقيت الزمانية التي يقصد بها الوقت الذي يؤد فيه الحج وهي الشور ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن المواقيت المكانية هي أمور من الحكم فيها أنها حدود للحرم وأن من قصد بيت الله حاجا أو معتمرا فمن تعظيم بيت الله ألا يعدي هذه المواقيت والحدود المكانية إلا وقد أحرم وهذه المواقيت معروفة عند الناس وهي ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل مصر والشام وعندنا أيضا القرن المنازل وهو السيل الكبير وهو ميقات لأهل الجزيرة ميقات لنا أهل قطر وكذلك يلملم لأهل اليمن وما حولها ويبقى بعد ذلك ذات عرق لأهل العراق نعم وما حولها جزاك الله خير طيب يعني الإحرام يعني واحد لما يحرب ويعدي مناسك الحج يعني تجرد من الثياب والغتر والبلابس والبدل اللي نلبسها ونلبس عبارة عن قطعتين يعني قطعتين قطعة نتأزر فيها وقطعة نلبسها فوق يعني شنو الدلالات ممكن من خلالها نستوحي من هذا اللبس جميلة هذه السئلة وناصر لنا الحمد لله عدداً والأكثر هذا الحال من أهل الإسلام أنه يفعل هذه الأمور امتثالاً لله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس قد تكون عنده أسئلة وبما أن الإجماع متحقق بأنه ما من شيء له له حكما فجميلاً يعرف الإنسان إذا كانت هناك من الحكم التفصيلية التي نص عليها بعض أهل العلم فالإحرام هو من الحرمة وهو الامتناع والصلاحاً هو نية الدخول في النسك وبعض الناس يظن أن اللبس نفسه هو الإحرام لكن الإحرام هو النية هو نية الدخول في النسك أما اللبس فهو من الواجبات المتعلقة بالإحرام وقبل حصول هذه النية وفيه من المعاني قال بعض أهل العلم عدد منهم مثل الشيخ بن عثيمين وغيره من المتقدمين والمتأخرين أن هذا اللبس الذي يلبسه الرجل والرجل طبعاً يستحب له لبس الإزار والرداء ويستحب فيه البياط بعض أهل العلم ربطه بما في الصحيح من الحديث أبي هريرة أن النبي أسوة السلام قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فاللون الأبيض فيه معنى النقاء فالإنسان يذهب إلى الله طالباً النقاء من ذنوبه طالباً النقاء لنفسيته وراحته في بيت الله سبحانه وتعالى وأن يحج البيت وفيه أيضاً قال بعض أهل العلم أنه فيه مساواة بين الناس حتى لا يأتي بعضهم يلبس اللبس الفاخر فيتفاوتون بذلك كل الناس هذا الشيء الغني والفقير والكل الشعوب بضبط أما هذا للرجل أما المرأة المرأة تلبس اللباس الشرعي في ذلك أنا قبل ما نتكلم عن التلبية ودلالاتها وليش نجهر فيها ودنا نسمع التلبية منك الله أكبر طيب تلبية لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طبعاً هذه التلبية وردت في الصحيحين من حديث ابن عمر وجاءت في صحيح مسلم الحديث جابر المعروف في الحج والناس يتغنون بالتلبية وهذه المسألة في موضع اجتهاد بين أهل العلم التغني بالأذكار ونحو ذلك والصح أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه ما لم يتغني بالقرآن أن التغني ليس خاصاً بالقرآن بل يجوز تغني بغيره بالضوابط الشرعية بما لا يخرج الذكر عن يعني وهيبته ووضعه فالتلبية لغة هي من اللب وهو الملازمة الملازمة الشيء والتلبية ذكر نصيغتها وفيها من الدلالات العظيمة ومن العجيب في كيف الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض أهل العلم من الأمور العجيبة ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود ذكر إحدى وعشرين فائدة ومعنى وحكمة في التلبية طبعاً لا يمكن أن نسرد هذه الواقع على إحدى وعشرين تذكر بعضها لكن ذكر في التلبية تأكيد على خضوع الإنسان لربه سبحانه وتعالى لأنه لاحظ كم مرة يكرر يكرر التلبية كثيراً والمشروع للحاجة يكرر التلبية ويلبي كثيراً فهو التلبية الواحدة فيها أربع مرات يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهو يلبي كثيراً وتعبير هذا تعبير التلبية فيه دلالة على الخضوع كما يقول رحمه الله ابن القيم وفيه دلالة على إقراره مرة تل ومرة على استسلامه ومداومته على طاعة الله سبحانه وتعالى وفيه أيضاً تأكيد على حبه لله لأن كلمة لبيك حتى اليوم نحن في كلامنا العام نقولها من باب المحبة أحد ينادي مثلاً خصوصاً الوالد يعني الوالد والوالدة لبيه بالضبط يعني الابن يجيب أبا يقول لبيك حتى بين الزوج وزوجته وبين الإخوة يعني بين المحبين كلمة لبي تدل على المحبة وذكر من القيم هذا الكلام ففيها إقرار بمحبة الله أنه يلبي لله وأنه يفعل هذا الأمر محبة لله وامتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الطواف شيخنا من المناسك الحج يعني سبحان الله يعني طول الوقت وطول العام نحن دائما نشوف قناة مكة دائما نشوف الطواف هذا 24 ساعة والمسلمون يطفون حول البيت العتيق لماذا سبعاً ولماذا الطواف شيخنا شنو الدلالات الطواف أساساً الطواف بالطبع تكلم في عدد بنهل العلم ومن إذا قلنا ما الحكمة العامة منه هو الإقامة ذكر الله وإقتداء بالأنبياء كما ذكرنا ماضي أن الأنبياء حجوا البيت لكن من ناحية التفصيلية فهناك عدد من أهل العلم تكلموا في عدد من الحكم المتعلقة بالطواف قبل أن نذكر في عدد لماذا العدد سبعة ولماذا الطواف فأول شيء الإنسان يبدأ الطواف جاعلاً البيت عن يساره لا عن يمينه صحيح هذا شيء تكلم في العلماء جاعلاً البيت عن يساره ويبدأ الطواف من الحجر الأسود القرافي رحمه الله أحد علماء المالكية ذكر في كتابه الذخيرة قال من حكم ذلك تعظيم البيت والتأدب معه لماذا من أين جاب هذا المعنى قال الآن هنا الحجر الأسود وبعده يكون باب الكعبة باب البيت صحيح قال العرب تسمي وجه الشيء بابه باب الشيء وجهه فيقول من الأدب أنك في بداية الطواف لا تعطي الباب ظهرك وتلف بهذه الطريقة بالعكس صحيح بل تذهب تقبل على الباب تقبل أن تذهب إلى الباب من باب الاحترام احترام البيت فلا تعطي الباب ظهرك فلو مثلا أحد طرق عليك باب البيت نحن الآن في حياتنا فوجدته يعطيك ظهر لا ليس فيه هذا احترام من قطعا فهو أتى بها من هذه الناحية وهي حكمة جميلة ذكرها هذا الأمر الأول الأمر الثاني من ناحية لماذا يطوف الحاج والمعتمد لماذا يطوف سبعا بالطبع لكل تشريع حكمة وفي هذا تسليم لله وامتثال لأمره لكن عدد من أهل العلم تكلموا في هذا العدد سبع منهم ابن القيم تكلم فيه كلاما طويلا في كتابه زاد المعاد وذكر أن هذا العدد ذكر في عدد من الأمور في ديننا وفي تشريعاتنا فالسماوات سبع والأراضين سبع وأيام الأسبوع سبع والطواف سبع والسعي سبع فهذا الرقم فيه حكم ومن الأمور الجميلة التي ذكرها أحد أهل العلم الشيخ عطية سالم رحمه الله توفي قال لعالم الحكم في هذا أن العدد سبع عند العرب يدول على الشيء الذي لا يتناهى غير متناهى لماذا؟ لأنه عندهم يدول على الكثرة وذكر كلاما فيه تفصيل أن الأثنين هي مجموع الواحد والثلاثة فيها سيتتكرر عندنا لقم أثنين زائد واحد والأربعة أثنين لرقم سابق وهو أثنين قد مر إذا وصلت إلى سبعة بعد ذلك كل الأرقام ما بعده ستتكرر تكون قد مرت من قبل يقول كأن هذا الرقم سبعة وهو عند العرب دلالة على الشيء الكثير الذي لا يتناهى فالإنسان إذا طاف بالبيت إذا طاف بالبيت سبعا هذا يدل على قالوا ذلك أنه كأن العبد يفعل هذا الامتثال وأن امتثاله بالطواف هذا لا يكفيه لو طاف طول حياته لا يكفيه الامتثال لأمر الله فالطواف سبع كعدد يدل على أنه لا يتناهى عند العرب أيضا بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا اليوم العالم من الذرة إلى المجرة وهو يدور على هذا النحو ليس على عقارب الساعة سبحان الله نعم بهذه الطريقة وهذه أمور يستأنس بها والمعنى فيها صحيح نعم لم يثبت فيها نص مرفوع لكن المعنى فيها مقبول المعنى فيها مقبول لا يناقض القواعد أو الضوابط بمعنى أن الإنسان الذي يطوف قد عبد الله اختيارا بهذا الطواف فوافق فطرة الكون كله فوافق فطرة الكون من الذرة حتى الذرة الإلكترون يدور فيها بهذه الطريقة إلى المجرة وهي تدور بهذه الطريقة أما باقي الناس غير المسلم هو يعبد الله اضطرارا لكن المسلم عبد الله اختيارا بهذه العبادة المعينة أسمع أن الطواف بهذه الطريقة للقلب في اليسار وأقرب للكعبة قيل هذا في المناحية الطبية والمتعلقة بعلم الأرض وأهل اختصاص بهذا الأمر أعلم لكن سبحان الله لكل شرء من تشريع الله حكم نجي حق السعي سعي بين الصفة والمروة نتلمس في بعض الإشارات والدلالات هذا السعي سبحان الله قصته عجيبة وجميلة ويسعدني جدا أن المسلمين جميعهم يعلمون الدلالات في هذه القصة وتناولها عدد من العلماء في بيان حكمها أول شيء من ناحية السعي هو يعود إلى قصة حاجر أم إسماعيل مع إبراهيم عليه السلام لأن صحيح الأنبياء كلهم حجوا مثل ما مر لكن في القرآن جاءت تركيز على إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج جاء اللداء له يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق جاءت الآية وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجاءت الآية في هذه القصة أن إبراهيم قال في قصة هاجر مع إسماعيل قال أنه أن إبراهيم يعني جاء في الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع فما الذي حصل إبراهيم عليه السلام كان في مصر كما يقول أهل التاريخ فجاءه أمر من الله ليذهب بأهله إلى مكة ذلك الوقت بكة وادي غير ذي زرع وهذا يعني وصف غير ذي زرع ليس بصاحب زرع أي وهذا يعني لا يوجد فيه ماء لا يوجد فيه ماء والمكان هذا موحش وقصته هاجر مع إسماعيل وإبراهيم موجودة في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبار عن عباس يعني جاء إسماعيل إلى المكان إلى مكة فقالت له هاجر قالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء الله أمرك بهذا قال نعم فهنا مربط الفرس كما نقول بالعامية قالت رضيت بالله وفي رواية قالت إذن لا يضيعون الله فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذهب ليبلغ دينه سبحانه وتعالى فبقيت هاجر فبدأ الطعام ينقص وإسماعيل رضيع بدأ الطعام ينقص إلى النفد فبدأ يبكي واشتد حاله حتى جاء هذا الحديث في صحيح البخاري من كلامنا عباس قال حتى وكأنه ينشغل الموت بمعنى النشغ هو الشهيق الكثير المتكرر كأن إسماعيل عليه السلام وهو رضيع كأنه سيموت من جوعه وتعبه فبدأت أمه، هذا طبيعة الأم بدأت تسعى وتركض وتبحث وكانت في الوادي فكما في النصف البخاري أقرب جبل كان منها الصفاء فذهبت صعدت لتنظر هل يوجد أحد يساعدها؟ امرأة ما يوجد أحد فتنزل وبعد ذلك إذا نزلت الوادي جاء عباس قال سعت سعي الإنسان المجهود بمعنى تسعى من خوفها على ابنها حتى لا يموت من هذا الجوع وذهبت إلى جبل المروة وفعلت هذا سبع مرات إلى أن تمثل لها جبريل في صورة إنسان والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فضرب الأرض بعقبي فخرج مع زمزم فشربت وأرضعت صبيها هنا في نفس النصف البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سعى الناس بينهما بمعنى لهذا سعى الناس بينهما الشيخ محمد الأمين الشقيطي في تفسيره يقول يقول في هذه حكمة ظاهرة وهي أن المسلمين يعني بحاجة كحاجة افتقار المرأة في ذلك الوضع الوادي الذي لا يوجد فيه أحد وابنها سيموت فهي في حاجة افتقار وتضرع إلى الله فالمسلم دائما في وضع حاجة افتقار إلى الله فهو يفعل هذا السعي ليتذكر حاجته وافتقاره إلى الله الأمر الآخر ونذكره أخيرا أنه سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هذه المرأة لأنها أيقنت بالله وقالت إذن لا يضيعون الله مع أن كل الظواهر الوادي لا يوجد فيه أحد معها رضيع ما يوجد أحد خوف جوع لكن قالت رضيته بالله وإذن لا يضيعون الله رمي الجمرات في الحج يعني ما الحكمة منه الرمي هذا فيه قصة كذلك وتتعلق بإبراهيم جاءت في مسندة بدود الطيالسي من حديث معباس أن إبراهيم عليه السلام تمثل له الشيطان عندما أراد أن حصلت له القصة مع ذبح ابنه فأراد أن يصده الشيطان عن هذا الفعل فرماه تمثل له الشيطان فرماه بجمرات والجمر هي الحصاص صغيرة حتى لا يتوقف إبراهيم عن انتثاله أمر الله في ذبح ابنه ثم فداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم فهذه القصة جاءت أساسها في مسندة بدود الطيالسي وجاء في السنن الكبرى للبيهقي كذلك عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون بمعنى إبراهيم عليه السلام هذا طبعا الأثر يعني فيه أحد الرواة محمد بن أحمد القرشي ضعف بعض أهل العلم صحح هذا الأثر بمجموع طرقه لكن الخلاصة التي تنبغي أن تعلم للمسلم كما قال الشيخ المحمد المين الشنقيطي أيضا قال في هذا رمز لإظهار عداوة الإنسان للشيطان الله سبحانه وتعالى قال فاتخذوه عدوة فهذا قال الشيخ وغيره رمز لا أن الشيطان في الشاخص الموجود كما يظن كثير من المسلمين ثم أن الفقاه يقولون رمي الجمرات الحص الصغر بعض الناس اليوم يقض الحصة كبيرة ويؤدي نفسه ويؤدي ناس نعم وصلنا للحلق والتقصير نختم فيه شيخنا الحكمة من الحلق والتقصير نعم الحلق والتقصير طبعا هو من الواجبات والحلق والتقصير للرجل وأما الحلق فليس للمرأة الحلق بإجمال العلماء وإنما لها التقصير ومقدار التقصير تكلم فيه العلماء وذكر ابن المنذر أن التقصير ما حصل يعني وافق اسم التقصير ولو بقدر الملاه فقد حقق التقصير والعلماء تكلموا في معاني التقصير والحلق وقالوا أن من حكمه أولا علامة على أن الإنسان تحلل من الإحرام حتى تكون عنده علامة ودلالة وأيضا فيه دلالة على الحاجة إلى التنظف فأن الإنسان إذا ذهب إلى المناسك قد يحصل له ما يحصل من ازدحام الناس ويعني رمي الجمرات وكذا فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن ثم ليقضوا تفثهم والتفث هو الشعث وهو وصف يدل على حاجة الإنسان إلى التنظف فإذا قصر لا شك أنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يغتسل ويتنظف وبعضهم قال ربطه بالذنوب فكما قلنا في الحديث رجعك يوم ولدته أمه فقال يعني فيه دلالة على سقوط شعره وتذكيره بسقوط ذنوبه فينبغي له بعد الحج أن يداوم على حفظ حاله نظيفا من الذنوب بعد حجه بارك الله فيك طبعا لكل شيء فيه له حكم أكيد وكل شيء يعني نستفيد فيه من هذا الحج وأهم شيء في مسألة أننا معنا العبودية أن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بشيء نمتثل لأمره عمليش وسمعا وطاعا وطاعة فمن هالناحية هذه شاك نختم بالتكبيرات التكبير ما فضله خصوصا للناس المشحاجين شيخنا أو في البلاد من أهل العلم مثل ابن رجع ربطه بأن المسلمين على قلب واحد فكما أن أولئك يلبون ويكبرون فنحن نكبر ونهيك أن هذه أيام يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ذكر خاص ومنه التكبير فالتكبير فيه ظهار لعظمة الله سبحانه وتعالى لا يعني الله سبحانه وتعالى الله أكبر أكبر من كل شيء فنحن نكبر نقول الله أكبر الله أكبر نكبر في هذه الأيام يعني نذكر أنفسنا بعظمته سبحانه وأنه ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى وأمره وشرعه أكبر منه فلا نغلب شيئا على شرع الله أو امتثال أمره ولا شك أن العاقبة هي الخير والحسنة في الدنيا والآخرة نكبر في كل وقت ما له وقت معين شيخنا في الأيام هذه العشرة نعم نكبر في كل وقت طبعا تكبير المقيد من يوم عرفة هذا له وقت خاص وهو تكبير بعد الفروض تكبير خاص في تلك الأيام أما باقي الأيام تكبير عموما موجود نكبر نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله يباركيك الله يزيك الله يحييك بارك الله فيك شيخنا نشكر فضية الشيخ أحمد جبر دوسري على ما قدم في هذه الحلقة بزاك الله خير الله يحييك الله يحييك الله يحييك وعافيك إن شاء الله نلتقي بك في يوم عرفة إن شاء الله تكون ضيفنا نسأل الله تيسير السدر بإذن الله إن شاء الله ربي إننا نهفو لأن تحرر نوايانا ومقاصدنا من إرادة غير وجهك الكريم ربي إننا نهفو لأن نقف عند حدودك ومعالم دينك حتى لا يعني نقع أو نزل وتسود صحائفنا يا رب ربي إننا نهفو لأن تحرم في حرم طاعاتك أو نحرم في حرم طاعاتك وقدس إرادتك ومهوى أنوارك ربي إننا نهفو لأن تلبي أرواحنا قبل ألسنتنا قبل ألسنتنا وتجأر بالدعاء خلايانا قبل أصواتنا رغبا ورهبا وانكسارا ربي إننا نهفو لأن تطوف أجسامنا حول بيتك المحرم كما تطوف ملائكتك حول بيتك المعمور طهرا وخوفا وطمعا ربي إننا نهفو لأن نسعى في محابك ومراضيك ونرمل حتى أوامرك ونواهيك ربي إننا نهفو لأن ننحر مطامحنا ونذبح رغائبنا ونقرب قلوبنا لمرضاتك وإعظاما لجنابك ربي إننا نهفو لأن نتحلل من ذنوبنا وخطايانا وأن تردنا إليك أنقياء من الذنوب مغفورا لنا كما ولدتنا أمهاتنا إنك أنت الغفور الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر